إذن قبل أيام من عقد الجولة الثانية والعشرين لمسار أستنى حول سوريا تحركات وتحضيرات استخباراتية في الشمال السوري بالمنطقة المعروفة باسم بوتين أردوغان حيث عقدت الاستخبارات التركية والروسية اجتماعات في إدلب ناقشت التطورات العسكرية والسياسية المتعلقة بمناطق خفض التصعيد وتقول المصادر أن الطرفين بحثا تهيئة الظروف اللازمة لفتح الطريقين الدوليين حلب اللاذقية أمفور وحلب دمشق أمفور وأمفايف لكن بدون نتائج حتى الآن سبقه اجتماع لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار أستنى روسيا وتركيا وإيران على هامش أعمال الدورة 79 الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحثوا خلالها التطورات الخاصة بالملف السوري ومساعي التطبيع بين دمشق وأنقرة كل هذا يتزامن مع حملات قصف شبه يومية للجيش السوري والسلاح الجو الروسي على مناطق خفض التصعيد في محافظتي إدلب وحلب آخرها هجمات شنها الطيران السوري على مناطق مأهولة بالسكان في رفي حلب وإدلب ما أدى لنزوح العديد من العائلات في ظروف صعبة يأتي ذلك في الوقت الذي تصاعد فيه الحديث مجددا عن التطبيع بين أنقرة ودمشق وإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه طلب من نظره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة بريكس التدخل لإقناع بشار الأسد بتلبية دعواته المتكررة للقائه من أجل البدء في تطبيع العلاقات بين البلدين ترجمة نانسي قنقر